الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 فتح دائرة التحكم في تجاوز مبرد الهواء شحن ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على جميع مركبات OBD2 المجهزة بمبرد هواء للشحن قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من Ford, Chief, Mazda, Toyota, Elk في الأنظمة المستحثة القصرية يستخدمون مبرد هواء للشحن أو ما أسميه مبرد داخلي IC للمساعدة في تبريد شحن الهواء الذي يستخدمه المحرك هذه تعمل على غرار المبرد في حالة IC قدلا من تبريد مانع التجمد فإنه يبرد الهواء لجعل خليط هواء وقود أكثر كفاءة بدوره ومسافة وقود أفضل وأداء أفضل وما إلى ذلك IC هو جزء من جانب ضغط الشحن في نظام الحث يتم استخدام الصمام الجانبي تماما كما يوحي الإسم للسماح للهواء بتجاوز المبرد الداخلي ليتم تفريغه في الغلاف الجوي أو إعادة تدويره تستخدمه وحدة التحكم في المحرك ACM لضبط الصمام وفقا لظروف واحتياجات المحرك الحالية يضيء ECM ضوء فحص المحرك باستخدام P022D والرموز ذات الصلة عندما يراقب حالة خارج نطاق معين داخل دائرة التحكم في تجاوز المقرى الداخلي و أو النظام قد يكون سبب هذا الرمز خطأ ميكانيكي و أو كهربائي إذا كان علي أن أخمن هنا فسوف أميل إلى مشاكل ميكانيكية على الأرجح هي المشكلة يمكن أن يقال إما ممكن P022D Charge Air Cooler ب Pass Control ب Circuit Open Code يتم ضبطه عندما يكتشف ECM خطأ عاما أو يفتح داخل الدائرة بإرجع إلى دليل الإصلاح الخاص بالشركة المصنعة لتحديد أي الدائرة بي في التطبيق الخاص بك ما مدى خطورة هذا DTC الشدة في هذه الحالة ستكون معتدلة لا ترغب في ترك هذه المشكلة دون مراقبة لأنها يمكن أن تتطور إلى شيء أكثر خطورة بسرعة إلى حد ما ضع في اعتبارك أن المشاكل لا تتحسن بمرور الوقت ما لم يتم تصحيحها تلف المحرك باهظ الثمن في كل مرة قريبا لذلك إذا كنت قد استنفدت قدراتك فقم بإحضار السيارة إلى منشأة إصلاح ذات سمعة جيدة ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز المحرك P022D ما يلي الأداء الضعيف للمحرك دخول السيارة في وضع يعرج سوء تشغيل المحرك عدد الأميال الضئيل من الوقود ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي الصمام الالتفافي المفتوح المغلق عالق في النطاق التشغيلي للصمام الالتفافي فتح داخل الدائرة تسخير الأسلاك المكسور أو التالف مشكلة الصمامات تتابع المعيبة مشكلة التوصيل الموصل على سبيل المثال تآكل علامة تبويب القفل المكسورة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P022D تأكد من التحقق من نشارات الخدمات الفنية لسيارتك يمكن أن يوفر لك الوصول إلى إصلاح معروف الوقت والمال أثناء التشخيص الأدوات عند العمل داخل نظام الحث القصري قد تحتاج إلى قارئ رمز أو بي دي كماشة مشبك خرطوم مجموعة مواد التشحيم متعدد المقابس الأساسية تقم السقاطة ومفاتيح الربط الأساسية مجموعة مفك البراغ المناشف الأساسية للمنشأة خراطيش البطارية دليل الخدمة نصائح السلامة دع المحرك يبرد عجلات التباشير ارتداء بي بي معدات الحماية الشخصية ملاحظة تحقق دائما من سلامة البطارية ونظام الشحن وسجلها قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الخطوة الأساسية رقم واحد حدد موقع صمام التحكم في تجاوز مبرد الهواء المسؤول عن طريق اتباع أنابيب الشحن المتوجهة إلى المبرد الداخلي أي سي فقد يتم تركيبه مباشرة لشحن الأنابيب اعتمادا بشكل كبير على طرازك وطرازك الخاصين قد تجد أي سي مثبتا في المصد الأمام أو المصدات الأمامية أو ربما تحت غطاء المحرك مباشرة من بين العديد من المواقع المحتملة الأخرى بمجرد تحديد موقع الصمام افحص أي تلف مادي واضح ملاحظة تأكد من إيقاف تشغيل المحرك الخطوة الأساسية رقم 2 قد يكون من السهل جيدا إزالة الصمام تماما من السيارة للتحقق من وظيفته ينصح به بشكل خاص إذا كان الرمز P024 بنشطا بمجرد إزالته افحص أي عوائق في نطاق حركة الصمام إن أمكن قم بتنظيف الصمام قبل إعادة تركيبه ملاحظة راجع دائما دليل الخدمة أولا لأنه قد لا يكون ذلك ممكنا أو مصان به لهذه المسألة في سيارتك مصيحة أساسية رقم 3 قد يتم توجيه حزام الصمام الجانبي من خلال المناطق المعرضة للعناصر يجب فحص هذه المناطق عن كثب ابحثا عن الفتحات والجروح وعلامات التآكل وما إلى ذلك في الأسلاك المتضمنة في الدائرة ملاحظة تأكد من فصل البطارية قبل إجراء أي إصلاحات كهربائية الخطوة الأساسية رقم 4 اعتمادا على أداة المسح قد تتمكن من التحقق من وظيفة الصمام من خلال التحكم فيه وملاحظة مدى حركته إذا كان من الممكن الوصول إليه يمكنك فصل أحد طرفي الصمام للحصول على رؤية للأجزاء المتحركة باستخدام أداة المسح افتح الصمام تماما وأغلقه مع ملاحظة التشغيل الميكانيكي للصمام نفسه إذا لاحظت وجود الصمام متسقا ولا يوجد شيء يعوقه فمن المرجح أن الصمام به عيب في هذه الحالة يمكنك محاولة استبداله تأكد من أن الشركة المصنعة توصي أيضا بصمام جديد في هذه الحالة راجع الدليل الخطوة الأساسية رقم 5 ستحتاج إلى استبعاد أي مشكلة كهربائية في الحزام المعني للقيام بذلك قد تضطر إلى فصله في الصمام وإي سي أم باستخدام جهاز القياس المتعدد الخاص بك تحقق من سلامة الدائرة من خلال إجراء العديد من الاختبارات الكهربائية الأساسية أي الاستمرارية إذا تحقق كل شيء، فقد يكون هناك بعض اختبارات الإدخال التي يمكنك القيام بها والتي تشمل اختبار الموصل في الصمام للتحقق من وظيفة إي سي أم مع الصمام ترجمة نانسي قنقر